اشتركوا في القناة ونشرح محاسبة الضرايب ومحاسبة الضرايب زي ما احنا عارفين خاصة بشعبة ادارة وكلنا ان شاء الله بازن الله يعني عايزين نبدأ نبقى كويسين في المادة وعايزين نكون شطار ونحل المادة كده كويس وما توقفش قدامنا حاجة محتاجة منكم شوية تركيز محتاجة منكم شوية صبر شوية وحل وتتمرنه كتير وتبدأ وتحله وتبدأ وتجهزه ادواتكم من اذا كان عندك مثلا جزء مش فاهم وتبدأ تحله مرة واتنين وتلاتة لحد ان شاء الله ما يكون يستعاب عندك بنسبة كبيرة وإحنا طبعا من هنا من قناة التعليم الفني قناتكم المميزة بنقول لكم ان شاء الله التوفيق لكم كلكم اعزائي الطلب والطالبات ان شاء الله بداية معكم استاذ مصر الشريف هنبدأ بالحلقة تكملة للجزء السابق في محاسبة الضرايب وقلنا ان محاسبة الضرايب تاني خاصة بشعبة ادارة طيب احنا نقول برضو تاني بنقررها كزا مرة ان احنا عندنا محاسبة الضرايب خاصة بعملية الضرايبة المحددة اذا كانت على فرد او على شركة منشاءة مثلا وبنقول للضرايب عندنا ست موضوعات هنتكلم فيهم اتكلمنا عن اجزاء سابقة وهنقول هي برضو وان شاء الله السنة دي بنبدأ بجزء جديد بداية سنة جديدة عليكم ان شاء الله وتبدأوا تاخدوها جد شوية وتبدأوا تذكروا وتبدأوا تطبقوا على الاسئلة اللي احنا بناخدها هنا في الحلقة واي استفسار برضو معكم على قناة اليوتيوب الخاصة بالقناة تاعتنا اذا كان فيه اي استفسار في المادة او اي جزء انتو مش فاهمينه احنا برضو معكم دايما ان شاء الله هنبدأ برضو الجزء التاني او الجزء التكملة للحلقة اللي فاتت على موضوعات محاسبة الضرايب وتنقص محاسبة الضرايب الى ست موضوعات وقلنا الضريبة في الاول قبل مبدأ الموضوع بتاعتي مبلغ نقضي يدفعه الفرد سواء او شركة الى الدولة للصرف على مختلف المصرفات بالنسبة للدولة يعني انا دلوقتي الضريبة دي اجباري على كل الافراد سواء كنت موظف سواء كنت صاحب مسكن او اذا كنت صاحب مثلا عمارة سكنية كنت بتأجرها او كنت بتبيعها او عندك شركة تستثمر في نشاط تجاري او صناعي او اذا كانت ضريبة تفرض على السلع زي ضريبة القيمة المضافة او سروع قرية لو انت بتأجر شقتك او اه اذا كانت تأجير عندك هناخدها برضو ان شاء الله في الحلقات اللي جاية وفي عندك برضو اذا كنت كنت مهنة حرة اللي احنا موضوع درس النهاردة لو كنت مسلا صبح شغال في وظيفة حكومية او وظيفة قطاع خاص والفترة اللي بعد كده بتبدأ تشتغلها في مهنة اضافية او مهنة غير تجارية او مهنة حرة طيب المحاسبة تنقسم لست موضوعات الموضوع الاول زي ما قلت محاسبة المحاسبة او ضريبة المرتبات الموضوع التاني ضريبة ارادات النشاط التجاري والصناعي والموضوع التالي ضريبة المهن الحرة او المهن غير التجارية والموضوع الرابع هنتكلم عن ارادات السروع العقارية ثم بعد كده حاجة مهمة جدا معنا اللي هي ضريبة الاشخاص الاعتبارية والسؤال ده بيبقى صعب على كتير جدا من الطلبة ونحاول ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم نبدأ نوصلكم المعلومة في السؤال ده. واخيرا ضريبة القيمة المضافة. على بركة الله نبدأ ان شاء الله النهاردة بحلقتنا المميزة الخاصة بضريبة المهن الحرة او ما يطلق عليها ضريبة النشاط غير التجاري. طيب ايه ضريبة المهن الحرة والمقصود بيها قبل ما هبدأ معكم. يعني انا دلوقتي المهن الحرة مهنة اضافية لا تغضع الاشراف وتوجيه الشخص. يعني زي ما احنا بنقول ان انا كنت الصبح مثلا شغال طبيب الصبح ببقى في مستشفى. في الفترة المسائية بيبقى عندي عيادة. انا عايزة حسبك على نشاطك وارداتك الخاصة بالعيادة الخاصة بك. يبقى دي اسمها مهنة حرة لا ترتبط بشخص معين. يعني مش مش مرتبطة بعمل اه بوقت. مش مرتبطة باشراف. محدش بيوجهني. محدش مثلا بيكون عليه ليه عنده سلطة. هو قصدي ديه عند سلطة. فدي بتبقى كلها اسمها ضريبة مهن حرة. هناخد مع بعض ان شاء الله تلات مهن مهمين جدا في السؤال ده. وهو محامي. اه وهو اول حاجة المحاسب والمهندس والطبيب. طبعا فيه مهن تانية زي المحامي. وفيه برضو بعض المهن التانية الحرة كتير جدا. لكن المكرر علينا في منهجنا تلات مهن اساسية. هي مهنة الطبيب والمحاسب والمهندس. طيب. هنبدأ ان شاء الله النهاردة موضوعنا وهو موضوع ضريبة اه الاشخاص. ضريبة الارضاط النشاط الغير التجاري او المهن الحرة. عشان خاطر نعرف التمرين بيجي ازاي. طريقة حله. كويسة جدا مش صعبة. محتاج منك شوية تركيز. والعملية بسيطة جدا. ومن ضمن الاسئلة اللي ان شاء الله لو جات لك في الامتحان تقدر تحليها بسهولة جدا. عكس بعض التمرين التانية اللي انا قلت في الامتحان بتبقى ايه? معك صعبة شوية. هبدأ دلوقتي معيكم في تعريف الضريبة ومفهومها. وايه نشاطاتها وبتم ازاي? وايه المقصود بيها? وبعد كده نبدأ بالتمرين الاول. محاسبة الضريب معنا جزء الاول في محاسبة الضريب خاص بالضريبة على ارادات المهن غير التجارية المهن الحرة. ويقصد بالمهن الحرة تلك المهن التي تتعلق بخدمات يؤديها الشخص بعمله للغير وبصفة مستقلة ويحتاج مباشرتها الى كفاءة علمية خاصة كالمحاسب والطبيب والمهندس. تاني تلك المهن التي تتعلق بخدمات يؤديها الشخص بعمله للغير وبصفة مستقلة زي ما يكون الدكتور عندي والدكتور ده المفروض ان الدكتور يعتبر لو فاتح عيادة دي تعتبر بالنسبة له مهنة حرة وتعتبر مستقلة مش مرتبطة بنشاطه اللي هو بيعمل فيه في الاساس اذا كان مهندس اذا كشغال في شركة بعد فترة مثلا مسائية فاتح مكتب فالمكتب ده بالنسبة له بيعتبر ايه مهنة اضافية او مهنة حرة ويعتبر جزء ومستقل يحتاج لمباشرتها كفاءة علمية خاصة كالمحاسب والطبيب والمهندس طيب شروط خضوع ارادات المهن غير التجارية للضريبة عشان احسب الضريبة على المهنة الحرة لازم يكون في عندي ثلاث شروط معايا مزاولة المهنة بصفة مستقلة وفي مصر او خارجها يعني انت تشتغل المهنة دي داخل مصر او خارجها يبقى انا استنتجتي من تعريف اللي انا قلت دلوقتي ان ضريبت المهنة الحرة دي ضريبة مستقلة يعمل بها الفرد بصفة مستقلة وزي ما قلت من شوية يكون عند حضرتك عيادة او مكتب محاسبة او اذا كان عندك مكتب هندسة المفروض ان انت ده عمل اضافي ومستقل لا يخضع لعملك الاساس يعني انا لو شغال الصبح طبيب مثلا من حضرات يعني من اي حد مننا مثلا اذا كان والده طبيب او حد قريبه بيكون الصبح شغال فين في مستشفى طيب في الفترة المسائية بتلاقيه فاتح عياد انا كل نشاط دلوقتي ومنهجي اللي انا بدرسه احسب ازاي ارادات ومصرفات والضريبة التي تحسب على هذا الطبيب خلال او من خلال نشاطه في العيادة مش خلال نشاطه في الايه في المستشفى ولو هو شغال في مستشفى الصبح ده بيخضع لضريبة اسمها ضريبة المرتبات انما انا دلوقتي ده نشاط اضافي ومستقل عن العمل الاساسي بتاعه فبيخضع لضريبة اسمها ضريبة المهن الحرة طيب لو هو دلوقتي مهندس شغال في شركة هندسة صباحا مثلا اذا كان عنده مثلا مكتب هندسة بيبدأ بعد كده اه يزاون نشاطه فيه اه فيه ارادات وفيه نفقات وبنبدأ من خلال صف ربح اللي بيحصل عليه الممول يبدأ يتحاسب على الضريبة بتاعته طيب تالت حاجة اللي هو ضريبة ايه بقى المحاسب طبعا معزم الناس بتشتغل في مهنة المحاسبة ان شاء الله نتمللكم كلكم ونشوفكم بازن الله محاسبين شطار اه متفوقين دايما لان انتوا عارفين ان احنا الجزء او القسم بتاعنا التجاري خاص بالمحاسبة وطبعا ربنا يكرمكم كلكم كده تبقوا شطار في مادة المحاسبة عشان تبقى لما تدخل الجامعة بازن الله تعرف تحلها ومن ضمن المواد اللي اتاخدها في الجامعة طبعا هي ايه مادة المحاسبة المهنة الاخيرة مهنة المحاسب لهو شغال في شركة محاسب الصبح بس بعد الظهر او في المساء فاتح مكتب محاسبة فبيتحاسب على الاراضة الخاضع للنشاط الخاص به يبقى احنا برضو استنتجنا ان هي مهنة تعتبر بالنسبة لنا مستقلة ولازم نمزولتها تكون مستقلة وتكون موجودة داخل او خارج مصر سواء انك مكتب داخل جمهورية مصر العربية هوليك مكتب في حتة تانية في اي مكان خارج البلد في اي دولة اجنبية فانت بتخضع بكده لضريبة المهنة الحرة نكمل الخصائص بتاعتنا بتقول ايه اتنين قيام المهنة على عنصر العمل واحتراف المهنة او النشاط يبقى احنا خبنا دلوقتي المقصود بالمهنة الحرة والشروط خضاعها بعد كده نبدأ بالجزء التاني التكاليف والمصروفات واجبة الخصب لما انا يكون عندي مكتب محاسبة او طبيب عيادة او مكتب اه هندسة ايه هي المصروفات او التكاليف واجبة الخصب من هذا الممول الايجار اذا كنت بتدفع ايجار للعيادة اجورة مرتبات لناس شغالة معك مصروفات عمومية مصروفات سفر اتنين المصروفات المشتركة مثل التليفون والسيارة ويخصم سلسية زين مصروفات واعتمد السلس الاخر يعني انا لو عندي سيارة او تليفون المفروض ان انا بخصم منه من نشاط مصروفات المنشأة او الجزء اللي انا بحسب على الضريبة السلسين وبخصم سلس منهم التبرعات والاعنات والتبرعات تنقسم من ثلاث جهات تركزوا في الموضوع ده اوي 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 عشان بيجي باستمرار وكذا درس التبرعات تكون تبرعات للحكومة تبرعات لجماعة خارية مشهرة تبرعات لفقراء الحي انا عايز برضا اوضح حاجة مهمة جدا النفقات عندنا اللي بتتخسم من الاراضات اللي احنا بنحسبها دلوقتي زيكات مهنة حرة فيه مصروفات ايجار مصروفات عمومية اجورة مرتبات وفيه من ضمن الحاجات اللي بتتخسم التبرعات طبعا اذا كان دكتور فاتح هيادة ممكن يتبرع بجزء من الاراضة بتاعه الى سلاس جهات ايه هي الجهات ممكن اتبرع لها اول جهة تتبرع لها حضرتك ممكن التبرع لجهة حكومية او لو قال لك مستشفى بس المستشفى دي جهة حكومية كل ما يغضع لاشراف الدولة فهو جهة حكومية في بعض الجهات بتعتبر جمعيات خيرية مشهرة جمعية تابعة للنشاط او تابعة لبعض النشاط الموجودة عندنا في الدولة ممكن تكون جمعية الوفاء والامل او جمعية مثلا رعاية ايتام او اي جمعية من دول لازم تكون الجمعية دي خيرية ومصرية ومشهرة تكون مشهرة في الشهر العقاري خيرية بتقدم خدمة للافراد وتكون طبعا مصرية بتكون موجودة داخل مصر وليست خارجها برضو بيجي لنا برضو بعض النقاط فيها ان شاء الله هستفيد معكم في الموضوع ده كويس قوي وابدأ فرق لكم ما بينهم يبقى التبرعات اما الجهة حكومية اما الجماعة خيرية مشهرة وسالسا تبرعات لفقراء الحي او المساكين او التبرعات مثلا للزلزال اللي هم ايه اللي اصيبوا في زلزال او مثلا تبرعات لجهة سياسية مثلا حزب سياسي كل ده يعتبر من ضمن التبرعات غير المعترف بها خدنا المصرفات وخدنا النفقات التي تخصم من الممول عند حساب الضريبة ونبدأ دلوقتي برضو بجزء تاني معنا في موضوع الضريبة على المهن الحرة عشان نبدأ في التمرين بتاعتنا طيب ان شاء الله دلوقتي هنبدأ التمرين الاول بتاعنا اللي هو خاص طبعا بمهنة من مهنة التلاتة اللي احنا قلناها فيما يلي بيانات خاصة بمكتب محاسبة يملك حسام الشريف عن عام 2021 الإيرادات أتعاب حضور جلسات نيابة عن عملائه أرباح بيع عجزة كوميوتر مستهلكة أتعاب محاسبة ومراجعة أتعاب تقديم إقرارات ضربية نيابة عن عملائه أرباح بيع أساس مستهلك عمولة عن توصوته لأحد عملاء في بيع عمارة أرباح بيع قطعة أرض يملكها أتعاب تصميم نظم لأحد العملاء احنا حددنا في تمرنا ان الموظف ده حسام ده يعتبر يمتلك مكتب محاسبة حددنا دلوقتي الإيرادات جايب لي بقى عشر بنوت سبعة تمانية حسب ما يحدد دي إيرادات مكتب المحاسبة اللي بيملكه الممول وبيبدأ على أساسها يحصل إيرادة طيب أتعاب حضورة هي وأرباح بيع عجزة كوميوتر مستهلكة وأتعاب محاسبة ومراجعة وأتعاب تقديم إقراءات ضريبية نيابة عن عملائه وبعد كده أرباح بيع أساس وعمولة عن توسطه لأحد العملاء وأرباح بقى قطعة أرض وأتعاب تصميم نظم وحاسبية ندخل على الجزء الثاني اللي هي النفقات النفقات والنفقات تشمل كالآتي اشتراك نقابة التجاريين منها ألفين ونصر اشتراك نادي رياضي استهلاك أصول سابتة مكافئات المساعدين بالمكتب مصرفات عمومية وإدارية تبرعات لجمعات خيرية معترف بها ومشهرة احنا كده خدنا الإرادات والنفقات يبقى تمرين بتاع بيت اسم لجزئين الجزء الأولاني الإرادات والجزء الثاني النفقات هو بيجيب لك كم معلومة مثلا فإذا علمت أن أتعاب المحاسبة والمراجعة تشمل عشرين ألف أتعاب من العام الماضي ما يتم احتسابه ما يخص السنة وليس العام الماضي الممول مؤمن على حياته المصلحة زوجته وأولاده القصر بواقع قسط شهري متين جنيه والمكافأة الشهرية المساعدين ألف وخمسمية واجر المكتب الشهر سبعمية هتعاب المحاسبة المراجعة تشمل خمستاشر ألف جنيه طيب المطلوب تحديد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين للموال حسام حساب الضريبة المستقطعة في ملاحظات أنا مش هقولها إلا ما أبدأ مع التمرين طيب هبدأ أجزأ تمريني ياريت منكم شوية تركيز تجاهزوا حاجاتكم وأدواتكم وتبدأوا تسطروا معايا الحاجات اللي هقولها دلوقتي أنا محتاج منكم حاجة مهمة جدا إن إحنا وإحنا بنحل التمرين نجزأ تمريننا في صفحة واحدة يتحل في صفحة واحدة أنا هنا مجزأوا على شرايح عشان خطر تبدأ واضحة لك الصورة إنما إحنا دلوقتي إحنا بنتكلم على إيه بنتكلم على الضريبة على المهن الحرة ولما تيجي تحسب الضريبة تحسبها إزاي بتعمل جدول من الخانات اللي هو اضحها لك وتبدأ بإرادات ممول تركز بقى معايا شوية أبدأ بإرادات ممول ثم بعد كده أنزل على حاجة مهمة جدا وهي النفقات يبقى أنا ببدأ في الجدول أو في الجدول أنا أعمله على صفحة واحدة في الكشكول بتاعك أو في كراستك تبدأ تكتب لي البيانات بتاعتك كلها إيه إرادات ونفقات طيب لو أنا جيت حلية التمرين يتحل إزاي أنا أجيب لك في التمرين بتاعك أولا الإرادات ثانيا النفقات قسمت لك تمريني لجزئين جزء إرادات وجزء نفقات طيب نبدأ الأول نشوف التمرين الجدول بتسطر إزاي وابدأ أكتب البيانات في إزاي من خلال التمرين برضه هنبدأ نرجع له كده عشان تبص البيانات بتاعتك أول حاجة في التمرين بتاع طريقة الحل أولا من خلال الجدول الآتي الضريبة المستحقة الخضعة للضريبة إحنا عندنا الإرادات بتاعتنا أكتر من حاجة أنا جبت لك في التمرين بتاعنا حاجة اسمها أتعب حضور جلسات نيابة عن عملائه هبدأ الأول بالإرادات يبقى أنا دلوقتي ببدأ بالإيه؟ بالإرادات أتعب حضور جلسات عن عملاء نيابة عن عملائه أتعب حضور محاسبة ومراجعة أتعب تقديم إقرار ضربية عمولة عن توسط الأحد لعملاء في بيع عمارة ثم أرباح بيع قطرة أرض يملكها أتعب تصميم نظم محاسبية أرباح بيع أجهز الكمبيوتر مستهلكة وأرباح بيع أساس مستهلك إحنا ممكن نقسمها الجزئين بس الطريقة دي أسهل بالنسبة لنا إن إحنا بنحط الإرادات كلها عد كده معي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمام الإرادات جالك في التمرين بتاعك وإنت تبدأ تحله إزاي؟ هلاجع بقى معي كده في التمرين بتاعنا اللي إحنا خدناه تمام؟ بص بقى الإرادات تهين شوف كده أتعب حضور بتاخد كل الإرادات دي وتبدأ تحطها في الجدول الأرقام هقولك هتحط الأرقام إزاي؟ ونبدأ ننقشها واحدة واحدة عندنا تمن إرادات أول ما يقولك الإرادات هبدأ أنا إيه؟ عمل له الجدول ده الجدول بتاعنا الإرادات كالتالي بصوا كده أتعب حضور جلسات نيابة عن عملاء معظم أتعاب الجلسات أو أتعاب الخاصة بنشاط الإرادات تخضع للضريبة يعني تخضع للضريبة يعني تيجي حضرتك هو جايب لك في التمرين 8000 أتعاب حضور جلسات نيابة عن عملاء فحطتها برقامها 8000 أي تخضع للإرادات الخضعة لنشاط الممول أو المهندس أو المحاسب اللي إحنا بنحل التمرين بتاعه طيب أتعاب محاسبة مراجعة لاحظ كده تكرار كلمة أتعاب يبقى الأتعاب دي تخضع للضريبة وبحط الرقم بتاعها رقم 3 أتعاب تقديم إقرارات ضربية نيابة عن عملاء طلعب خمسين ألف لاحظ إن أنا كده عندي في الإرادات التلاتة أنا قلت تمانية وحطيت التمانية كلهم تحت بعض محتاج أعرف إيه اللي يخضع للضريبة أو الإرادة الخاضعة والإرادة الغير خاضعة 3 أتعاب الأولانين دول حضور جلسات نيابة عن عملائه هتعاب محاسبة مراجعة هتعاب تقديم إقرارات ضربية حطيت أرقامها الثلاثة وإداني لإيه ثم بعد كده لقيت في التمرين جايب لكلمة عمولة عن توسطه لأحد عملاءه في بيع مارة وأرباح بيع قطعة أرض يملكها أول حاجة عموله عن توسطه لأحد عملاءه في بيع مارة الرجل ده محاسف فتح مكتب وليس سمسارا هو لما ياخد عمولة في حد يعني من حد من بيع مارة أو أرباح بيع قطعة أرض يملكها دي غير مرتبطة بنشاط المكتب عايز أوضح الصورة دي كويس جدا وتركزه معايا فيها قص يا جماعة كل ما يتعلق بإرادات خضعة لنشاط مكتب المحاسبة رقم بتاعه بيخضع وبنحط رقم في قلب الجدول يعني أي أتعاب خضعة بنشاط المكان اللي أنا عايز أحساب له ضريبة أو المهنة الحرة سواء مكتب محاسبة أو مكتب هندسي أو عياد الطبيب كل ما يغضع من أتعاب الممول بيحصل عليها تغضع للضريبة يعني حاجة خاصة بنشاط المنشأة اللي أنا فيها أو المكان اللي أنا فيه إنما لما يجي يقول لي أتعاب أو مثلا عمولة عن توسطه في بيع مارة أنا فاتح مكتب محاسبة نفهمها بقى كده شوية عشان ما يختلطش الأمر علينا ونبدأ في الامتحان بلاقي طلبة وإحنا بنصحح الإجابة كاتب لي حاجات غريبة يعني هو بيكتبها مش فهمها يعني هو مش بالحفظ أركز شوية في الضرائب أبدأ أفهم وأبدأ أركز فيها قوي أول حاجة عايز أقولها تاني عمولة عن توسطه في بيع مارة ده مكتب محاسبة هل لي علاقة بأننا أخذ عمولة أو سمسرة من أننا ببيع مارة أو شقة أو أي حاجة تانية ليس لها علاقة طالما ملايش علاقة حضرتك ده مش من إرادات الإيه المكتب المحاسب الخاص بيك اتنين إراد بيع أرض يملكها عنده حتة أرض وحتة الأرض دي سيادتك باعها خد فلوسها إعلاقة قطعة الأرض بمكتب المحاسبة اللي تابعي أنا عايز كل ما يتعلق بنشاط المكتب يبقى أنت حضرتك تسطر الجدوى اللي عبارة عن ثلاث خانات وتبدأ بأول حاجة لإرادات وترسه كل الإرادات اللي جايلك في التمرين والإرادات اللي جايلك دي تبدأ أنت تتفرق من خلال فهمك للسؤال إيه اللي خاضع لمكتب المحاسبة أو إذا كانت عيادة إيه الخاضع للعيادة أو إذا كان مكتب هندسي إيه الخاضع له كل جزء من دول أو كل نشاط من دول لإرادات مختلفة عن التاني يعني إرادات العيادة غير إرادات مكتب المحاسبة غير إرادات الإيه المهندس فإحنا دلوقتي نتكلم عن المحاسب المهنة الأولى مهنة المحاسبة عندنا في التمرين بتاعنا وعايز أحط رقم لكل حاجة خاضع الإيه للتمرين بتاعي يعني أنا عايز أقول أتعاب عادة كده بتلاقي كلمة أتعاب كده يبقى دي خاصة بنشاط الإيه المنشأة أو العيادة أو المكتب المحاسبي أو الهندسي بتاعك اتنين كل ما لا يتعلق بنشاط المنشأة ما بيخضعش ما بحط لهش رقم يتيجوا قدامه كده تحط شرط أنا قلت لك فيه ثمن بنود أو إرادات أنا حطيتهم في التمرين ممكن ستة يتحط لهم أرقام أو تخضع للضريبة واتنين ما يتحط لهمش زي إيه بقى عمر عن توصته في بيع عمارة إرادة عقار يملكه مثلا أي إرادة ناتج من حاجة ما لاش علاقة بالمنشأة اللي أنا فيها يعني نظير أحاديث تلفزيونية لهو بيدي في التلفزيون ودي برضو هوضح زكات متكررة ولا غير متكررة ومثلا تأليف كتب جامعية إرادة عن تأليف كتب جامعية دي تعتبر كلها إرادات غير مرتبطة بنشاط المكان اللي انت ايه بتحسب عليه في الضريبة تعالوا نرجع كده مع بعض على التمرين على الإرادات بتاعتنا عشان مش عايز تطول عليكم ونبدأ في المفهوم بتاعنا طيب عندك أتعاب محاسبة مراجعة قلنا أتعاب جلسات نيبة عن عملائه ثم إقرارات تقديم إقرارات ضريبية عمولة عن تصوط الأحل العملاء في بيع العمارة وأرباح بيع قطعة أرض يملكها وتعاب تصميم نظم محاسبية لأحد العملاء وأرباح بيع جهز الكمبيوتر مستهلكة وأرباح بيع أساس مستهلك دول طبعا من ضمن أنا ما خدتش أرباح بيع قطعة أرض بيع قطعة أرض يملكها خدت شرطة قدامها عمول عن توصوت الأحل العملاء في بيع أمارة برض وشارطة قدامها لا تخضع للضريبة أما أتعب تصميم نظم وحاسبية قادي خاصة بالإيه بنشاط المنشأة وأرباح بيع أجهزة كمبيوتر مستهلكة باربع تلاف دي تعتبر من ضمن إيرادات نشاط المكتب بتاعنا أو أرباح بيع أساس مستهلك حد يقول لي طب ده بيع أساس ده مكتب محاسبة ممكن يكون عندي كمبيوتر أو أساس بقاله فترة ومستهلك ببيعه بحصل عليه على إيراد فيعتبر نشاط عندنا طبعا بعد كده طلع الناتج كله مية خمسة وتسعين ألف لما جمعته كل الإيرادات يبقى أنا التاني هبدأ أولا الإيرادات الخضع للضريبة ثم في نفس السطر بتاعنا أو نفس الصفحة ببدأ أنا ناقل إجمال الإيرادات ده من آخر رقم موجود معايا في التمرين اللي هو مية خمسة وتسعين ألف اللي هو إيه إجمال الإيرادات المصروفات عندي جبت خمس أو ست مصروفات هقول بقى إيه يا المصروفات وأقولك بعد كده تتعامل إزاي اشتراك نقابة التجاريين طلع بستة تلاف ونص بس في من ضمنها ألفين ونص اشتراك نادي رياضي طب حضرتك أنت دلوقتي محاسب يبقى أنت خاضع لنقابة التجاريين الرقم الخاضع بتاعك أنت بتاع سيادتك يبلغ ستة تلاف وخمسمائة وفي منهم ألفين ونص اشتراك نادي رياضي يبقى اللي يخصيني منهم أربعة تلاف هشيل ستة تلاف وخمسمائة اشتراك نقابة التجاريين واطرح منهم الألفين ونص اللي هم بتوع اشتراك نادي رياضي هيتبقى لي أربعة تلاف جنيه ثم استهلاك أصول سابتة ده مصروف مكافئات المساعدين بالمكتب ده مصروف مصروفات عمامية وإدارية ده مصروف أجمع المصروفات كلها الحاجة الوحيدة لأنا ما خدتهاش اشتراك نادي رياضي لأن اشتراك نادي رياضي غير مرتبط بنشاط المكتب عندي مكتب محاسبة دفعت اشتراك النادي تبقى ايه مشكلة انا المكتب المحاسبة ده مالوش علاق فما حطش رقمه او مش من ضمن النفقات التي تخصم من الارادات مجموعهم تلاتة وستين الف هطرح مية خمسة بسعين الف من تلاتة وستين الف اداني صفر الاراد قبل خصم الضريبة مية اتنين وتلاتين الف جنيه بعد كده هبدأ تمريني في التكملة الاخيرة خدت الرقم الاخير مية وتلاتين الف جنيه بصوا بقى دول جزئين محتاجين فيهم شوية في في التمرين في المصروفات في مصروف كان مكتوب فيه تبارعات لجمعية خيرية مصرية مشهرة عايز اقول في التمرين بتاعنا وانت بتحل جزق تمرينك لارادات ونفقات وتبارعاته مع حاجة تانية اسمها تأمين تلات اجزاء ارادات ونفقات ومن ديننا نفقات بيجي تبارعات لو التبارعات دي الجاية حكومية مفيش مشكلة عادي دي من ضمن النفقات انا اتبارعت بجزء الحكومة اه مفيش مشكلة خالص تبارعات لجمعية خيرية مشهرة ما بحطاش من ضمن النفقات بس بخصمها بعد ما ايه ما اجيب الصوف بتاعة الارادات قبل خصم التبارعات لو فيه تأمين على حيات الممول انا بجيب التأمين ده وبحسبه برضو نفس التمرين انا هقوله دلوقتي فالجزء التالت عندنا في التمرين اول حاجة تاني ارادات ثم نفقات ثم التبرعات لجمعية خيرية مشهرة وبعد كده التأمين على حياة الممول لصالح زوجته واولاده مش لصالح حد تاني زوجته واولاده وممكن يكون اولاده القصر صغيرين في السن طيب لو ابنه متزوج ما ما يخضعش بالضريبة فبأس من رقم على اتنين لو بنته متزوجة وهو مأمن عليها ما ينفعش انا بنتي تزوجت يبقى بنتي برضو المفروض تكون اه تعتبر اه مع فرد تاني او مع جزهة يعتبر هو متأمن عليه فهي خضع عليه هو مش خضع عليه انا ابني تزوج اشتغل هو اللي بيأمن على حياته لصالح برضو زوجته واولاده انا الخاص بيا زوجتي واولادي القصر اي الصغار مش الكبار مش يكون عدة سن الواحد وعشرين سنة اللي هو ايه آآ البلوغ سن البلوغ بتاعه ثم بعد كده اخر حاجة اللي هو لو والدته والدته دي برضو لا تخضع للضريبة يبقى انا دلوقتي لو جاء قال لي تأمين برضو دي لازم اشرحها باستفادة شوية التأمين بيكون على الممول لصالح زوجاته واولاده عايز اكمل بعد التبرعات باو قبل التبرعات لها جماعة خانية مشاهرة بتتعالج زي في حل التمرين قلنا اول حاجة ارادات برصها وبشوف ايه الارادة الخاضعة للضريبة وايه الارادة اللازل لا يخضع للضريبة كل ما كل شيء غير مرتبط بنشاط الضريبة لا يخضع للضريبة زي ارادة عقار يملكه ارادة بيع قطعة ارض اه مثلا ازا كان عنده تأليف كتب جامعية نظير احديث تليفزيونية كل الحاجات دي لا تخضع للضريبة باكتبها في قلب الجدول بس باخد قدامها شرط ولو ما كتبتهاش برضو صح يعني اللي لا يخضع للضريبة ممكن في التمرين ما حطوليش الايه الكلمة او الجزئية الخاصة بيها ثم النفقات جالي عشرة جالي خمسة اي نفقات برضو المرتبط بالايه بالضريبة بتاعتنا طيب نكامل تمريننا على الجزء الخاص بينا اللي هو صف الارضات قبل خصم الضريبة تخصم تبارعات الجماعية خارية مصرية مشهرة في حدود عشرة في المية بصوا سيادتك الرقم اللي جا في الاخر كان مية تنين وتلاتين الف سوا في الربح قبل خصم الضريبة بامسك المية تنين وتلاتين الف دول اضربهم في عشرة في المية هيطلع تلاتاشر الف ومتين وفي التمرين بتاعي قال لي ايه قال لي كده بالنص من ضمن الحاجات اللي موجودة في النفقات تبرعات لجمعية خيرية مصرية مشهرة تمن تلاف حضرتك هتختاري الاقل ما بين الرقم الصافي ده مية تنين وتلاتين الف لما ضربته في عشرة على مية تلعب تلاتاشر متين وما بين التمن تلف انت دفعتهم يوم اقل تمانية ولا تلاتاشر متين طبعا التمانية هطرح المية تنين وتلاتين من التمانية هتبقى لي مية اربعة وعشرين الف ثم الخطوة التانية يعني هم يقول له في يخصم خطوتين تبرعات واقصاد تأمين على حياة الممول لصالح زوجته واولاده قال للممول مؤمن على حياته لمصلحة زوجته واولاده بواقع قسط شهري تلتمية جنيه هتروح ضرب تلتمية او الرقم اللي جاي لك في اتناشر الاتناشر دي سابتة الاتناشر دي سابتة يبقى يديك تلات تلاف ستة مية قال لك الحد الاقصى لقسط التأمين على الحياة يعتبر تلات تلاف جنيه يعني ما ينفعش اأمن على نفسي اكتر من تلات تلاف عايز اوضح النقطة دي بس في عجالة كده بطريقة سهلة بالنسبة لكم عشان خاطر اه ما تقعش معكم كده لم يجي يقول لك ما امن على حياته يصالح زوجته واولاده جاب لك رقم معين ركز معايا لو هو مأمن على حياته المصطحة زوجته واولاده اضرب الرقم ده في اتناشر لو بالشهر في بعض التامنين بيجيبها لك سنوي يقول لك مؤمن على حياته المصطحة زوجته اولاده باربع تلاف مسلا او بتلات تلاف ستتمية او اي رقم ايا كان لو هو قال لك مأمن على حياته المصطحة زوجته واولاده باي رقم اضربه في اتناشر شوفوا رقم ده هيجي كام لو رقم اكتر من تلات تلاف جنيه خد تلات تلاف. لو الرقم اقل من تلات تلاف جنيه هاخد الرقم الاقل. يعني مثلا لو هو مأمن على حياته المصلحة الزوجته واولاده بتلتمية جنيه في الشهر. يبقى تلتمية في اتناشر بتلات تلاف وستمية. قال لك ما ينفعش يأمن على نفسه اكتر من تلات تلاف. طب هو مأمن على نفسه بتلات تلاف وستمية. يبقى اللي يخصم تلات تلاف جنيه بس. طب لو هو مأمن على نفسه بمتين جنيه في الشهر متين في اتناشر بالفين وربعمائة. وهو الحد الاقصى للتأمين تلات تلاف. طبعا الفين وربعمائة اقل يبقى اللي هي يخصم الفين وربعمائة. يبقى احنا بنختار الاقل ما بين المحسوب اللي انا حسبته. بعد مداراته في اتناشر. وما بين الحد الاقصى اللي هو رقم سابت معايا تلات تلاف جنيه. تلات تلاف رقم سابت. طب لا هو مؤمن على نفسه لمصلحة زوجته واولاده ووالدته. هو مؤمن بربعمائة جنيه. اقسم ربعمائة على اتنين. يعني اللي هشتغل عليه متين جنيه فقط لغير. وليس ربعمائة. لان انا قلت لك من شوية برضو ايه? لازم يكون والد ديته اه مش خارج النطاق بتاع التأمين بتاعه. هي زوجته واولاده فقط. ويكون اولاد القصر او الصغيرين. عشان خاطر احسب عليه الايه? الضريبة. هكمل بقى التمريب بتاعنا عشان خاطر نبقى كده خلصنا جزء المحاسب على الضريبة على المهن الحر. طيب احنا خدنا رقم هلوعي الضريب الخاضع? طلع كم معايا? طلع مبلغ معايا كم? مية اربعة عشرين الف نقص تلات تلاف هيدينا مية واحد وتلاتين. مية واحد وعشرين الف. في حد اعفاء شخصي او اعفاء حد ادنى للمعيشة. الحكومة مقرارات تمن تلاف جنيه. قلنا ما فيش اي تعديل في ارقام السنة دي هو هو نفس الشرايح بتاع السنة اللي فاتت. ليس هناك اي تغيير في تغيير في المنهج. بالنسبة لمحاسبة الضرائب. المية واحد تأتي لنقص تمانية يدينا مية وتلاتاشر. ده وعاق ضريبة. وبعد كده بحسب له حاجة اسمها شريحة ضريبية. انا محتاج منكم شوية تركيز فيها قوي عشان تحسبوها. هو رقم اللي جامعاية مية وتلاتاشر. مية وكام? وتلاتاشر. بابدأ اقول له اقسمها على شرائح. اخد من مية وتلاتاشر دول الارقام دي سابتة بالنسب بتاعتك. دين وعشرين الف اضربها في عشرة في المية بالفين ومتين. خمساشر الف في خمساشر على مية بالفين متين وخمسين. ثم المتبقي. انا عندي ضريبة بتاعت مية وتلاتاشر الف. ناقص سبعة وتلاتين الف. هيديني ستة وسبعين الف. هضربها في عشرين على مية. كل رقم بيطلع بجمعه. يدينا تسعتاشر الف ستمية وخمسين. قبل ما اختم التمرين فيه محتاج حاجة مهمة جدا على الشرايح. انا لما باجي احسب ضريبة على ممول واحد كسب مية الف. مزاي الربح بتاعه صف ربح بتاعه تلتمية. مزاي الخمسمية. مزاي المليون. كل جزء من ده بيتقسم على شرايح. تعال ناخد كده جزء بسيط في الاول ونبدأ نفهمه مع بعض. لو انا حققت ربح مية الف جنيه. حضرتك هتاخد من المية الف جنيه دول مبلغ اتنين وعشرين الف. هيتبقى لك بالزبط تمانية وتمانين الف. الاتنين وعشرين الف الاولانية هتتضرب فيه عشر في المية. ثم بعد كده من مية الف اللي انا لسه قيلها. مثلا يعني تاخد خمستاشر تاني. هيبقى دلوقتي الخمستاشر تتضرب في خمستاشر على مية. يبقى انا قلت نسبتين. نسبة عشر في المية ونسبة خمستاشر في المية. اتنين وعشرين الف في عشر في المية برقامها سابت بألتين ومتين. وخمستاشر الف في خمستاشر على مية برقامها سابت بألتين ومتين وخمسين. اللي يتبقى من مية الف بضربه في نسبة عشرين في المية. يعني انا هقول بالوقت انه مية الف خدت اتنين وعشرين وخدت خمستاشر يعني سبعة وتلاتين من مبلغ مثلا عندي مية الف هيتبقى ستة وتلاتين او تلاتة وستين الف جنيه هتتضرب في كام في عشرين في المية. يبقى النسب كالتالي. هم اربع شرائح اللي مقررين علينا او احنا بناخدهم. تنين وعشرين الف عشر على مية. ادي اول عشر على مية برقامها اتنين وعشرين الف. ثم بعد كده الجزء التاني اللي هو خمساشر الف اه في خمساشر على مية. ثم اه بعد كده مية خمسة وخمسين الف في عشرين على مية. وما زاد عن ذلك يعتبر بيتضرب في اتنين وعشرين ونص على مية. على كده خلصت الجزء الاولاني خاص بعملية المحاسب. عايز ادخل معكم تاني على الجزء التاني اللي هو ازا كان دكتور او مهندس. وطبعا ان شاء الله على مدار حلقات كتيرة قوي هنبدأ نراجع برضو عشان خاطر تبدأوا تستوعبوا. تتفرجوا يا ريت على حلقات القناة اليوتيوب بتاعتنا عشان تستفادوا من الاجزاء اللي فاتتكم. احنا بدأنا حلقة جديدة في القناة الجديدة. قناة نصر للتعليم الفني. وبدأنا جزء وشرحناه على ايرادات النشاط التجاري والصناعي. والنهار ده في الدرس التاني بتاعنا اللي هو المهن الحرة. نتابع ونبدأ نحل ونتمرن. كتاب المدرسة ده التمارين محلولة. وتمارين مش محلولة حلها. وابدأ امر النفس كتير مع امتحانات قبل كده. هتبقى العملية معك سهلة جدا ومش محتاجة اي صعوبة. عشان خاطر. محاسبة الدرايب. قلت تكرارا كتير قوي. تعتمد اساسا على الفهم. قبل ما احفظ. ما انا مش كل حاجة لازم احفظة. اه في حاجات نسبة او حاجات لازم احفظة. لكن لازم اشغل عقل شوية. لازم افكر. عشان خاطر. لو التمرين في الامتحان. جاب فكرة مستوى الطالب المتوسط بلاش المستوى الطالب اللي هو العالي. المستوى الطالب المتميز. لأ. احنا بنقول المتوسط. بتبقى فيه افكار محتاجة حد يكون ايه مركز فيها شوية. هبدأ في التمرين التاني على المحاسب. الجزء التاني. خلصنا المحاسب دلوقتي. وهناخد الدكتور احمد فوزي. لديه عيادة خاصة. قدم البيانات التالية بخاصة بارداته ومصرفاته. انا حددت ده دلوقتي دكتور. بقى الاولانة كان. محاسب دلوقتي ده دكتور. الاراضات تشمل. اتعب كشف بالعيادة. اتعب اعملية خلاص بقى عرفنا الدنيا بتمشي ازاي. وبحل التمرين ازاي. والخطوات بتاعت الحل بتاعتي بتمشي ازاي. اتعب كشف بالعيادة. اتعب عملية جراحية بالخارج. سواء بالخارج او بالداخل مافيش اي مشكلة. اتعب كشف بالمنازل. اتعب عملية جراحية داخل البلاد. نظير احليس تلفزيونية. ارباح بيع اجهزة ومعدات مستعملة. ارباح مكافآت من البحاث علمية. في مؤتمرات علمية. ويرادات عقار. انا حبيت بس برضو قبل ما ابدأ التمرين عايز ايه? الجزء اللي فات عندكم محتاجة اقول في حاجة برضو مهمة جدا. بالنسبة لتمرين التبرعات ده اللي احنا اخدناه. قالك اه اه في ملاحظات على التمرين اللي فات بتاع ايه? اللي هو احنا اخدناه بتاع المحاسب. عايز برضو معي كده شوية. تركزوا في الملاحظات اللي انا هقولها دلوقتي. عشان تبدأ تحلها وتبدأ تعرف الملاحظات دي جات ازاي? وابدأ يحل التمرين بتاعي ازاي? طيب. اول حاجة لو قال لي عمولة عن توسطه البيع امارة لا توضع ضمن الاراضات. الخضع للضريبة لانها اراضات غير متعلقة بالمهنة. عمولة عن اه توسطه البيع امارة مش مرتبطة بالمهنة. عشان كده ما حطتش رقامها. واتنين ارباح بيع منزل يملكه برضو لا تقضع للضريبة. وازا كان حاجة جايبها لي بالتمرين مكافئة المساعدين يعتبر يقضع للأساس النقدي ولا يؤثر عليها المحسوب. اجار العيادة يقضع للأساس النقدي. يعني يا جماعة لو جالك في التمرين بينقصين كده شهري يهمل ما ليش دعوة بيه. انا بيهمني قوي الجزء الجديد بتاعي اللي هو حل الايه? التمرين بتاعنا? وازاي الخطوات بتتحل? ايه اللي اضافه? ايه اللي ما بتاعنا? خاص بعملية الدكتور? قلت الدكتور احمد فوزي يمتلك عيادة خاصة قدم البيانات الاغتية باراضات ومصرفاته عن عام الفين واحد وعشرين. وكانت كالتالي. الاراضات اتعاب قلتها من شوية اتعاب عملية جراحية. اتعاب كشف بالمنازل. اتعاب عملية جراحية داخل البلاد. نظير احاديث تلفزيونية. ارباح بيع جهزة معدات مستعملة. مكافأة نبحاث علمية في مؤتمرات طبية واراضة عقار للاراضات. ونيجي عن مصرفات. ايجار العيادة. الاجار الشهري. كتب ومجلات علمية. مصرفات عمومية وقدارية. اشتراك لنقابة الاطباء. جايبين مصرفات كثيرة هون معكم. مرتبات المساعدين وجابل الشهري بين قوسين خمسمية. انا باخد استحقاق النقدي وليس الشهري. استهلاك ادوات طبية. ضريبة جملكية على متاع خاصة. استهلاك ومصاريف السيارة. طب الرعاة. جايب الفين للحزب الوطني. والباقي جماعة كرية مشاهرة. من ضمن الاراضات. اتعاب العملية الجراحية التي اجرها بالداخل الفين جنيه. عملية جراحية سيجرها العام القادم. الممول مؤمن على حياته المصلحة الزوجته هو والدته ووالدته بواقع قصة شهر ربعمل جنيه. خلي بالك والدته دي في التمرين. يبقى محتاجة تمهيد شوية. تحديد وعاية ضريبة. قلنا ازا كانت الاتعاب بتاعتنا الجراحية بالداخل او بالخارج تخضع للضريبة. ونظير احاديث اللي فزينا هشرحها هنا بحل التمرين. احنا دلوقتي خدنا خلاص التمرين. قلنا. عشان نحل تمرين الضريبة بتاعتنا. قلت خطوات لازم اعرف. هقسم تمريني لتلات اجزاء. اولا للاراضات. وهبدأ اسطر جدول من تلات خانات. خانة الاولى للبيان. والجزء ايه ثم الكل. طب بعد كده ايه اللي بيتم? اللي بيتم ببدأ بالاول بالاراضات. ثم النفقات وبعد كده يخصم حكتين اتنين معاه. اللي هم تبارعات الجامعية خيرية مصرية مشاهرة. وسانيا اه تأمين على حيات الممول صالح زوجته ووالدته. ودول اه يعني ممكن يجي في التمرين ما يجوش في التمرين ما فيش مشكلة. مش عايز تكتبهم برضو ما فيش مشكلة. لو تعودت ان انت باستمرار تكتبهم في التمرين هتتعود ان هم خلاص عرفتهم ان هم ايه موجودين معي في التمرين. احنا دلوقتي بنتكلم على الطبيب. آآ والطبيب معنا عنده عيادة. والعيادة دي لها ايرادات. هبدأ اول حاجة معكم بالايرادات. وبعد كده هندخل على جزء جديد جدا. اللي هو طبعا آآ خاص بالنفقات وازي بتعمل التبرعات. حاجات بافكار جديدة ما خدمهاش في التمرين اللي فات. هنتقول ان شاء الله معكم بتنوع في الافكار عشان خاطر. ما فيش حاجة توقف قدامك وتبقى العملية معك بالإذن الله ان شاء الله تكون سهلة وتبدأ تحل التمرين. هبدأ اللوات الاول تاني على الاراضات الخضعة للضريبة بالنسبة للطبيب. اول حاجة الاراضات الخضعة جاتلي في التمرين كالتالي. واحد. اتعاب كشف بالعيادة. اتنين. اتعاب عملات جراحية بالخارج. تلاتة. اتعاب كشف بالمنازل. اربعة. اتعاب عملات جراحية. ناخل البلاد. خمسة. نظير احاديث تليفزيونية. ستة. مكافأة عن ابحاث علمية في مؤتمرات طبية. اراضة عقار سبعة. اربعة بيع اجهزة ومعدات مستعملة. عايز حضرتك بقى انت خلاص فهمة الدنيا. احنا بنتكلم دلوقتي على مين? بنتكلم على الدكتور. وقلت من شوية في التمرين اللي فات كل ما يتعلق بالاتعاب. الاتعاب دي خاصة بايه? خاصة بنشاط المنشأ. يعني اتعاب كشف بالعيادة. الدكتور مش بيجي له كشف بالعيادة? ده اراضه. يخضع للضريبة. اتعاب عملية جراحية بالخارج تخضع للضريبة. اتعاب كشف بالمنزل. برضو المنزل يعتبر ايه? او بالمنازل تعتبر كشف ايه? خضع للضريبة. اتعاب عملية جراحية داخل البلاد. طبعا رقم بتاعنا حطيت الرقم بتاعنا اللي هو اتعاب عملية جراحية داخل البيب. احنا ملاحظين كده ان كل الاتعاب ايه? تخضع للضريبة وبتحط رقبة. طيب تعالوا بقى على الجزء المهم جدا. نظير احاديث تلفزيونية. ده غير مرتبط بنشاط العيادة. هو دكتور وبيطلع في برامج تعليمية او برامج مسلا اه اه طبية. فبيعرف بعض الحاجات. لو الاحاديث التلفزيونية دي يا جماعة مكررة. لو الاحاديث التلفزيونية دي مكررة. هتغضع للضريبة. لو قال لي غير مكررة. لا هتغضع للضريبة. طيب جات تمرين قال لي نظير احاديث تلفزيونية. ولا ليه يا دعوة بيها. برضو تعتبر غير خاضع للضريبة. يعني بالاخص موضوع نظير احاديث تلفزيونية دي يا جماعة محتاج مننا شوية تفكير شوية. لو لو راجل ده الدكتور بيطلع فيه برنامج تلفزيوني او برنامج طبي وبيبدأ يتكلم عن النشاط بتاعه. طيب هو لو مداوم او كل اسبوع بيطلع باستمرار او مكرر يخضع للضريبة. بياخد عليها اجر طبعا بتخضع لايه للضريبة. اما ازا كان الاراضات او النشاط ده بتاعنا مش باستمرار فما بيخضعش للضريبة. طيب هو ما قالش خالص مكررة ولا غير مكررة. برضو تعامل كأنها غير خضعة للضريبة. الجزء التاني معنا برضو من دين الحاجات مكافأة انا عبحث علمية لو هو ببحث علمي وعمل كتب جامعية وباعها ملاقاش علاقة بالعيادة. خد مكافأة في مؤتمر بحث علمي هو عمله معنا او عمله برا العيادة لا يخضع للضريبة. برضو نفس الكلام. وتالت حاجة ارادة عقار يملكه عنده عقار والعقار ده بيملكه بيبدأ يحصل منه او يحصل ارادة من الافراد. فيعتبر بالنسبة لنا ايه? غير خاضعة للضريبة. احنا كده قلنا تلات حاجات نظرة واحدة تلفزيونية. وبعد كده تمام. آآ الجزء التاني. اتعاب عملية جراحية بالخارج. اتعاب كشف من المنازل. اتعاب عملية جراحية داخل البلاد. بص بقى نظير احديث سليفزيونية. مكافأة عن ابحاث. ارادة ايه? ارادة عقار آآ عقار غير مرتبط بالنشاط. ارباح بيع الجزء ومعدات. ثم بعد كده هدخل على ايه? على النفقات. النفقات عندي كالتالي. ايجار العيادة ست الاف جنيه. كتب ومجلات علمية. الدكتور بيستعمل بعض الكتب والمجلات العلمية بيشتريها عشان نشاط. فدي من ضمن المصرفات او النفقات بتاعته. مصرفات عمية وادارية قلنا دي من ضمن النشاط. اشتراك نقابة لاطباء ما فيش مشكلة عادي. طب من ضمن الايه? النشاطات بتاعتك. مرتبط المساعدين قال لي في الشهر خمسمائة. ولو جيت حسدت خمسمائة في اتناشر هتطلع بست الاف. بس هو دفع اربعة. فليه بالمبدأ النقدي وليس الاستحقاق. اللي هو حصله. يعني او هو دفع مرتبات كام? اربعة تلاف. طب والمفوض يدفع ستة. ماليش دعوة بالستة. لان ليه دعوة باللي ايه? باللي الدفع معانا. استهلاك ادوات التبية هتترقمها. اما ضريبة جمركية على امتاعها خاصة. اي حاجة خاصة بيه مالناش دعوة بيها. ركزوا على الجزء ده قوي 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 بتاع استهلاك ومصاريف السيارة. دي هكذا فكرة. استهلاك ومصاريف السيارة تعتبر من ضمن المصرفات الخضعة للضريبة لكن يخضع سلسي المصرفات. التلتين. مش كلهم. التلتين بيخضعه. يعني السلسية المصاريف السيارة. لو هتلات تلاتة تلاف وستمية بتضربها في نسبة سابتة في اتنين على تلاتة. تبرعات الحزب الوطني. والحزب الوطني ده يعتبر آآ حزب سياسي. ولا يساجه حكومية. فبنعمل ايه? بنيجي قدامها لا تخضع للضريبة وبنكتب شرطة. طب لو هقال لي تبرع لمين? لمستشفى الاصر العيني او للحكومة. يعتبر رقم معانا بيخضع للضريبة ونحط رقم بتاعنا. يبا احنا دلوقتي برضو عايز اقول حاجتين مهمين جدا. ضريبة على امتاع خاصة لا تخضع حاجة عندي خاصة. دفعت جمرك في حاجة جاياني من برا. لا تخضع للضريبة. الجزء التاني المهم جدا جدا جدا. اللي انتوا تركزوا عليه قوي. بتاع استهلاك او مصرفات السيارة. استهلاك او مصرفات السيارة ده يعتبر بالنسبة لي باخد التلتين. انا بستخدم السيارة في اعمال المنشأة واعمال الشركة بتاعتي. فيعتبر بالنسبة لنا ايه? دي نفقات مهمة جدا. جمعت النفقات كلها. هنشوفها كم دلوقتي مع بعض. تلعت بتلاتين الف وتمنمية طرحتهم من المية سبعة وخمسين الف الواجمال الاراضات. هيطلع بمية ستة وعشين الف وتلتمية او متين. وبعد كده ابدأ بصف الاراضة قبضة خاصمة ضريبة نفس الكلام. تبارعات الجامعية خارية مصرية مشهرة عشرة في المية. رقم اللي تلع ده مية ستة وعشين الف ومتين. بضربه في عشرة على مية ودي نسبة سبتة. هيطلع لتناشر الف ستمية وعشرين. وهو دافع تبرعات لجامعية خارية مشهرة. التبرعات كلها كت خمسة. اتبرعت منهم للحكومة بكام? اتبرعت منهم للحكومة بألفين. يبقى المفروض انا معاه تلاتة. يبقى لو هتحط طبعا لأقل تلاتة هيتبقى مية تلاتة وعشين الف ومتين. فيه راجل مأمن على حياته لمصلحة زوجته واولاده طبعا والدته. هو جاي في الرقم ربعمية. انا شوف حسبتها كان متين عشان والدته مؤمن عليها. وانا باخد نص المبلغ. ما باخدش بقى ربعمية كلهم. بل بالعكس باخد المتين. متين في اتناشر. هيطلع لي النصف طبعا الفين وربعمية. او التلات تلات ايوم اقل طبعا الايه? الالفين وربعمية. هيبقى لي سفز الربح القادرة للضريبة. مية وعشين الف وتمنمية. بطرح منه اعفاء حد الادنى المقرر. يعتبر بالنسبة لنا كام اه تمن تلاف يتبقى مية واثناشر وتمنمية. وزي ما اعطتوكم انا برضو تاني في ايه? في التمرين. ابدأ احسب الضريبة ازاي على نظام شرايح. اول حاجة تنين وعشرين الف وعشر على مية. بقى الفين ومتين. ثم خمستاشر الف في خمستاشر على مية بقى الفين وخمسين. ثم بعد كده المبلغ اللي معايا اللي هو مية واثناشر تمنمية نقل سبعة وتلاتين الف يدينا سبعة وخمسين خمسة وسبين الف وتنمية في عشرين على مية. واجمال الضريبة. واحنا برضو طلب الطالبات الدبلومي التجاري شعبة ادارة. اه بنتمنى يا رب نكون وفقنا في شرح الجزء الخاص بمهنتين. ان شاء الله برضو المهنة التالتة هناخدها في حلقات اه جاية. احنا دلوقت شرحناها كده واحدة واحدة معكم. وتحاولوا تبدأوا تراجعوا التمرين اللي انا شرحتها. طبعا انا حل من تمرين كتاب المدرسة او من امتحانات. عشان خاطة تعرف التمرين دي اجي ازاي. وتبدأ اه تتابعونا بازن الله اللي ما اللي ما شافش الحلقة معنا على قناة مصر التعليم الفني. ان شاء الله يتابعها على قناة اليوتيوب الخاصة بالايه? بالقناة تاعتنا. ويبدأ اه يزاكر ويداكس شوية. ويا رب ان شاء الله اه نتمنى منكم كلكم التوفيق. ونتمنى ان شاء الله لكم احسن اه الدرجات وان شاء الله بازن الله تكونوا موافقين دايما. اه كان معكم استاذ محسن الشريف اه معلم بزارة التربية والتعليم لمادة محاسبة الدرائب شعب شعب ادارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.